موسيقى التاسعة في العاصمة طرابلس حياكم الله و اهلا بكم الى هذه النشرة من ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين قوات سرايا الدفاع عن بنغازي تستنفر ثورة والعسكريين وتعلن توجه الى بنغازي و مصدر امني بالسرايا يؤكد استهداف قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب سرطان مدينة جنزور وورشفان توقعان في ترهونة على اتفاق مصالحة يقضي برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل والعرقين الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من دخول عربات تابعة للحرس الوطني الليبي الى العاصمة طرابلس وتعترض على ترشيح سلام فياض مبعوثا امميا لليبيا أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم إلى تفاصيل أعلنت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي حالة النفير في صفوف الثواري والضباط والعسكريين بعد تجهيز العتاد قاصدة بنغازي وأكدت سرايا الدفاع عن بنغازي في بيان لها لأهل بنغازي أن حربها ليست ضد قبيلة بعينها أو ما يخالفها في وجهات النظر إنما هي ضد قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ومن معه من الانقلابيين والمتورطين في سفك الدماء بحسب بيان سرايا الدفاع وأكد مصدر في سرايا الدفاع عن بنغازي استهدافهم وحدات تابعة لعملية الكرامة من الكتيبة 152 عضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مفارز سرايا الدفاع تستهدف أي قوات تابعة لقوات عملية الكرامة في جنوب السرط والحقول النفطية لافتا إلى أنه لا توجد لديهم أي رغبة في السيطرة على المواقع النفطية أكدت القوات الخاصة في بنغازي استمرار حصارها للعمارات 12 التي يوجد بها مقاتل مجلس شورى ثوار بنغازي وعدد من السجناء الذين جرى نقلهم من سجن بهديمة أوضحت القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أنها تتعامل بحذر خوفا على الأسرى مضيفة أن الصنف الهندسة العسكرية يواصل إزالة وتفكيك الألغام والمفخخات من المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخرا نظمت الأطقم الطبية بقسم طوارئ مركز بنغازي الطبي الخميس اعتصاما بعد اعتداء أفراد على ممرض في القسم وبحسب الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد تعرض الممرض لاعتداء نجمت عنه كسور في أنفه ويده وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه وقد عبرت الأطقم الطبية في قسم الطوارئ عن رفضها لهذا الاعتداء وخاصة على عناصر التمريض نظرا لجهودهم الكبيرة وعملهم خارج أوقات العمل الرسمية هذا وقد أكدت القوات الخاصة السعيقى في بنغازي مقتل طاقم طائرة مكون من ثلاثة أشخاص بعد سقوطها في منطقة الحقول النفطية وضفت قوات السعيقى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من بين القتلى عميدا وفنيا جويا مشيرة إلى أن الطائرة من نوع مي خمسة وثلاثون ونوهت قوات السعيقى إلى أن سقوط الطائرة جاء نتيجة هبوط اضطراري في منطقة الحقول النفطية هذا وقد أكد مصدر أمني مقتل شخص جراء إسقاط مروحية عمودية المقاتلة تابعة لقوات عملية الكرمة جنوب مدينة السرط بالقرب من حقل المبروك يوم أمس أضف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الطائرة من نوع مي خمسة وثلاثون قد سقطت في عملية وصفها بالنوعية لسرايا الدفاع عن بنغازي المتمركزين بالقرب من المنطقة كما أكد المصدر تفحم جثتي القتلين داخل الطائرة نتيجة احتراقها بشكل كامل بعد إسقاطها من جهته قال الخبير العسكري رمضان زرموح في مدخلة سابقة مع قناة ليبيا لكل الأحرار يرى إن في إسقاط الطائرة تطورا في حالة الدفاع لدى عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي مرجحا بأن يكون الهدف من تحليق الطائرة في هذه المنطقة هو القيام بإنزال جوية يعتبر التطور في حالة الدفاع أو في إمكانية الإسقاط الطائران هو إمكانية متقدمة فعلا في القوات المتواجدة في تلك المنطقة ويعتبر هو الغالة الجوية أو العمل العسكري بالطائران يعتبر عمل متقدم طبعا يقال إن فيها مجموعة في الطائرة العمودية إذن هو الهدف منها ليس ضرب هداف إنما هو الهدف منها يكون إنزال مجموعة لعمل نوعي أو ما يشابه ذلك في موضوع أخر أكد مصدر نمني بمكتب البحث الجنائي في سر تابعي لمدرية الأمن الوطني إصابة مواطن من سكان منطقة جارف جراء انفجار صاروخ سكود يوم أمس وعضف المصدر أن المصابة كان يقوم بتجميع الخردة من معسكر السواريخ في وادي جارف بهدف بيعها وقد أسفر انفجار الصاروخ عن بتر قدمه اليمنى وخلف إصابات متفرقة في جسده كما أشار المصدر إلى أنه تم إسعاف المصاب بمستشفى من سرطة المركزي منوها إلى وجود مخلفات حربية في المعسكر منذ عام 2011 أفد مصدر صحفي بالمجلس البلدي سرط بعودة ما يزيد عن 500 عائلة إلى الحي رقم ثلاثة في إطار المرحلة الثانية من عودة النازحين إلى المدينة أضف المصدر نفسه أن لجنة فنية تتبع جهاز إدارة المشروعات زارت جامعة سرط وعدت تقريرا بحجم الأضرار المادية التي يعانيها المنشأ التعليمي منوها إلى أنه سيتم تكلف إحدى الشركات الوطنية لإجراء عمال الصيانة من أجل سئناف الدراسة بالجامعة شهر مارس القادم وبخصوص إجراء صيانة عاجلة لمستشفى المدينة أكد المصدر قيام لجنتين فنية وطبية بمعينة احتياجات المستشفى وحجم الأضرار التي تعرض لها حتى يكون جاهزا لتقديم خدماته للمواطنين مع حلول شهر مارس القادم وقعت مدينة جنزور وورشفان اليوم السبت في مدينة ترهونة على محضر اتفاق مصلاحة بين المدينتين عقب الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الجانبين في الأسبوع الماضي أضح المجلس البلدي ترهونة على صفحته الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطرفين قد اتفقا على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة المشتركة لحل كل المشاكل والعرقيل وذلك بحضور مجلس مشايخي وحكماء طرابس الكبرى ومؤسسة الأمن والأمن ولتفاصيل أكثر معنا من ترهونة عبر الهاتف مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد سيد سعيد بداية أطلعنا على أبرز بنود اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه اليوم السلام عليكم استمرارا لجهود المصالحة التي تقوم بها بلدي ترهونة لجمع جميع الأطراف وحقنا لدماء الليبيين استضافت بلدي ترهونة اليوم اجتماع مصالحة بين بلدي ترهونة جنزور ومنطقة وشفاء هذا الاجتماع عقد والعقد الآن في بلدي ترهونة استمرار الاجتماع الصابق التي وقت بمنطقة جنزور وشفاء الاجتماع الذي عقد اليوم كان بحضور مجلس مشايخ واعيان طرابلس وبعض المنطقة اجتماع اليوم استفق فيه الجانبان على وقف الاختاءة للمنطقة عدم الاعتداء على كل منطقة على الأخرى هذا أبرز ما تم اتفاق عليه سيد سعيد حدثنا أكثر عن جهود الوساطة التي أعقبها توقيع هذا الاتفاق اتفق الحاضرين اليوم في اجتماع ترهونة على وقف الاقتصال الدائر في المنطقة على تشكيب لجنة لمتابعة جميع المشاكل البسيطة وبعض النقاص مثل الحجزة الهدارية أبرز المشاكل التي تم نقاشها اليوم المنطقة الفاصلة بين منطقة جنزور ومنطقة وشفاء لكن الجهود ما زالت تسيير في الاجتماع الصحيح ستعقد جلسة خلال الأسبوع القادم تكملة جلسة اليوم لتوقيع المذكرة المهائية للاتفاق اتفق الآن الحاضرون على كل جانب عدم الاعتداء على الجانب الآخر تأمين المنطقة أمام المارة ستراقش في الجلسة القادمة فتحهم جميع الصرق تم اليوم الطرق الجزرية الفرعية سيتم فتح باقي الطرق سيتم إزالة كأسة السوافر الترابية التي تعيق حرقة المارة في هذه المنطقة سيد سعيد ما هي الضمانات التي قدمت للالتزام بهذا الاتفاق وأيضا المسؤولية التي تقع على من يقوم بخرق هذا الاتفاق المجلس البلدي ترهونة ومجلس مشايخ وأعيان ترهونة ومجلس مشايخ طرابيس الكبرى كانوا اليوم شهود على هذا الاتفاق الذي حدث على الاتفاق الذي تم توقيعه بين منطقة جنزور ومنطقة ورشفانة أي طرف يقوم بخرق هذا الاتفاق ستكون عسى تتخذ ضدها إجراءات طارمة من مجلس مشايخ ترهونة ومجلس مشايخ طرابيس كبرى لكن ما استفق عليه بالنسبة لي جهود الوساطة مجلس مشايخ جنزور ومجلس مشايخ والشفانة يدعون الآن الطرفان التحتية حقنا لدماء المسلمين بإذن الله الجهود ناجحة حسب الأراءة الأولية للطرفان الجهود استقترب بجهة النظر استقترب الآن واضح سيد سعيد إذن مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد متحدثا من هناك شكرا جزيلا لك في موضوع آخر عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر عن قلق بلاده من دخول عربات تابعة للحرس الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية معربا عن تخوفه من أي تسبب هذا في تفاقم زعزعة استقرار الوضع الأمني الهش في طرابلس وشدد البيان على ضرورة بناء قوة عسكرية وطنية موحدة تحت قيادة مدنية تكون قادرة على مكافحة الجماعات الإرهابية وتوفير الأمن لجميع الليبيين مضيفا أن عدم التنسيق بين القوات الليبية لا يفيد إلا ما يعرف بتنظيم الدولة والجماعات الإرهابية التي تسعى لاستغلال ليبيا وموردها ودع البيان جميع الأطراف إلى دعم المصالحة وحكومة الوفاق والإشراف على الانتقال إلى حكومة جديدة من خلال انتخابات سلمية تتم وفق منص عليه الاتفاق السياسي قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هلاي الجمعة إن الإدارة الأمريكية مساءة لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نيته تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا شخصيا له في ليبيا واتهمت هلاي في بيان لها الأمم المتحدة بأنها لطالما كانت منحازة لصالح السلطة الفلسطينية مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم حلفائها ولن تكتفي بالحديث بحسب البيانة وكان جوتيريش قد كشف في رسالة رسمية الأسبوع الماضي عن ياته تعيين فياض مبعوثا شخصيا له خلفا للألمانية مارتين كوبلر من جهته قال الممثل السابق لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري في اتصال سابق مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن اعتراض الولايات المتحدة على ترشيح سلام فياض مبعوثا جديدا لليبيا خلفا لمارتين كوبلر يعد خروجا عن العرف حيث أنه من المعتاد أن يعلن الأمين العام مباشرة عن اسم الممثلين الخاصين خرجت عن العرف الذي يقضي بأن يعلم أمين عام الأمم المتحدة مجلس الأمن من يختار ممثلا خاصا له خرجت عن هذا العرف عادة كان أعضاء مجلس الأمن الواسقون ولا أحد يسأل لأن الأمين العام حر بتعيين من يشاء ممثلا خاصا له بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهنوي مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي اليازابيث جيغو المبادرة التونسية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا وأضف الجهنوي بحسب وكالة الأنباء التونسية أن هناك جهود يبدولها المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الفرقاء الليبيين على انتهاج الحوار سبيلا لتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تحت مضلة الأمم المتحدة من جهتها قالت جيغو أن إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا سيمكن من الحد من المخاطر الإرهابية التي تهدد دول المنطقة ومحاربة ضواهر الهجرة غير نظامية والجريمة المنظمة في البحر الأبيض المتوسط دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر جميع الأطراف في ليبيا للابتعاد عن التصعيد الذي من شأنه أن يؤجج الوضع في العاصمة طرابلس وجدد كوبلر في تدوينة على موقع تدوينات المصغرة تويتر دعمه للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر عام 2015 وللمؤسسات التي انبثقت عنها هذا وقد عبر السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتينا مشاهد عن إمكانية مساهمتها في إعادة الإعمار وتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا وقد بحثت السفيران في لقائهما بالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المغزوم في العاصمة طرابلس سبل دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتوحيد مؤسسات الدولة وإمهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار السياسي والأمنية في البلاد قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك أملا لدبلوماسيين أوروبيين في تحقيق مصالحة بين حكومة الوفاق الوطني وقائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر أضافت الجارديان أن الدبلوماسيين الأوروبيين يقومون بمحاولة أخيرة لإثناء روسيا عن مساعدة الأخير في سيطرة عسكريا على البلاد مشيرة إلى وجود مخاوف أوروبية من انضمام قائد قوات الكرامة إلى ما وصف بمحور فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تسعى روسيا بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقناع حفتر بالاكتفاء بدور عسكري كبير تحت قيادة مدنية ضمن حكومة الوفاق الوطني أهبت حكومة الوفاق الوطني في بيان أصدرته الجمعة بكل الوحدات التابعة للجيش والشرطة أن تعمل على كف أيدي من وصفتهم بالعبثين غير المنضبطين ممن يعملون في استراحات ومقار بعيدا عن الإدارة ومقرها الرئيسية التي يتبعونها وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الاربعاء الماضي في مشروع الهضبة الزرعية أوضح البيان أن المواجهات قد وقعت بين من وصفهم بعصابات خارجة عن القانون وقوات الأمن المركزية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ما أسفر عن سقوط قتيل من قوات الأمن المركزي وهو الملازم عماد جنيك وفق البيان نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد قليل مسؤولون بمنظمة الأمم المتحدة يؤكدون ضرورة معالجة أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا والثلث يقول إن الادعاء بتوطين المهاجرين في البلاد هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة قوات سرايا الدفاع عن بنغازي تستنفر الثورة والعسكريين وتعلن توجهها إلى بنغازي ومصدر أمني بالسرايا يؤكد استهداف قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب سرط مدينة جنزور وورشفانة توقعان في ترهونة على اتفاق مصالحة يقضي برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل والعرقين الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من دخول عربات تابعة للحرس الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلس وتعترض على ترشيح سلام فياض نبعوثا أمميا لليبيا أكد مسؤولون بمنظمة الأمم المتحدة الجمعة في جنيف ضرورة اتباع مسار شامل لمعالجة أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا ومساعدة الألاف من الليبيين المتضررين من الأزمة الرهنة وشدد كل من مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد راعد حسين والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا مارتين كوبلر شددوا على ضرورة التعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي لدراسة أسباب تدفق المهاجرين مرحبين بالمبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين واللاجئين ومعرفة أسباب الهجرة أبدأ الصيدون الإيطاليون الذين يزولون مهنتهم في المياه الدولية قبالة ليبيا خشيتهم من خطر يتعرضوا لضربات من قبل السفن العسكرية التي تعتزم إيطاليا وأوروبا منحها للليبيين لمكافحة الهجرة غير نظامية وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية أكي فإن رئيس قطاع الثروة السمكية والتنمية البحرية الإيطالي جوفاني تومبيرلو حضي بتطمينات لحماية عمل الصيدين قال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية شرف الثلثي إن الادعاء بأن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية تقضي بتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة مطلقا على حد قوله وأوضح الثلثي أن هذه المذكرة تؤكد دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وأكد الثلثي أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني مطلع فبراير الجالي قد دخلت حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد طلب جهاز التنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات الفاعلة بالدولة بحماية الموقع الرئيسي لمنظومة لحسون سهل شفارة جراء الاشتباكات بمنطقة واد الربيع وحذر الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تحول الموقع إلى ساحة للعمليات القتالية لما يحتويه من أصول ثابتة ومنقولة داخل الموقع ولأهميتها القصوى لاستمرار أعمال ضخ المياه لمدينة طرابلس والمناطق والقرى المحيطة بها تسلم مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس يوم الجمعة شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية كانت قد وصلت جوا إلى مطار معيتيق الدولي قادمة من بريطانيا أفد مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الشحنة من العملة الورقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركزي لتوفير السيولة المالية بالمصارف التجارية وتقليل الازدحام الذي تشهده والتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على حاجتهم من السيولة أضف المصرف أنه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بالمدن الليبية وذلك وفقا للسيقات المتبعة والتشريعات القانونية النافذة نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين قوات سرايا الدفاع عن بنغازي تستنفر الثورة والعسكريين وتعلن توجهها إلى بنغازي ومصدر أمني بالسرايا يؤكد استهداف قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب سرد مدينة جنزور وورشفانة توقعان بترهون على اتفاق مصالحة يقضي برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة المشتركة لحل المشاكل والعرقين الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من دخول عربات تابعة للحرس الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلوس وتعترض على ترشيح سلام فياض مبعوثا أمميا لليبيا نهاية الجولة الإخبارية لهذه الساعة بليبيا لكل الأحرار تفاصيل أوفا تجدون على ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب شكرا لكم على كرم الإصغاء دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة